السلام عليكم وصباحكم ورغو الخير صباح الأجواء الجميلة في أوشن سيتي ولاية واشنطن كنا الماء وهنا الكهرب وانا شابك ندلتي على الكهرب مباشرة لعله كنا قوى طب انا ادلل 220 والكهرب الامريكي 110 فتبت ما تفور الدلة وبنفس الوقت كل ما تشبك به الشكل راح يقلل من عمر جهازك فالأفضل الله يا سلام فارط الدلة والأفضل انك تشري محول من 110 إلى 220 كده أفضل لك وأسرع وأضمن سلامة جهازك بنفس الوقت اللي يشترون أجهزة من أمريكي انتبهون ترى هنا 110 أغلب الأجهزة فلما ترجع هناك تتخرب مباشرة هذا السوق شغل يدوي ماركت سيتي ووشن بليس كله هون حوتات خشبية طبعا أكثر من محل هذا اللي وراء بعض وفكرة عن أسعار شوفوا هذا النحت كرسي هذا الفين وخمسمية دولار مربع مئة دولار هذا الفين وخمسمية دولار حرية البحر هذا الفين ومئة وخمسين قد بوليدو الفين وخمسمية دولار هذا أحلى صراحة هذا بخمس سلاف وخمسمية نصرين دعم بميجي متاني بيقوم تاني سريز هذا شلون ضخم هذا بسبعلاف خمسمية دولار شو دقة النحت عجيب هذا بربعلاف دولار من نحت حتى لحاته ألمحل هنا يقول عندي تسعة وثلاثين شخص يشتغل معي كلهم ندير هذه وكل واحد يكتب اسمه مثل هذا التوم اللي يمسوي هذه التوم لما تجي تكاسره على شي معين يقول لازم أرجع لي صاحب الحرفة كيف الشيغل وليد؟ كيف الشيغل وليد؟ خلال لانيين صراحة نعم شبهي هنا هذي هدوات يشتغل هنا يبعم الحطب بعد هذه مثل عربية كاملة ب10 دولار تقفنا عندها البنت تبيع كرز وتبيع منتجات يدوية شو شغلة؟ والكرز عندنا نوعين تقول هذا كرز واشنطن هذا ما يطلع الا من هنا عندنا في مدينة هنا والكرز الثاني يقول هذا يتلقى في كل مكان اي منهوم من واشنطن على فكرة الفواكه الطازجة ما يجبون من بره واشنطن حتى ممنوع لو تجنزل المطار على الأطول يسألك معك فواكه طازجة ولا لا تقول هذا من مدينة عندنا اسمها يكما صراحة حالي والله ده احلى من الأحمر ستة دولار والثاني الأحمر هذا خمسة دولار هذا شغلة هي تقول بجلس ثلاث سنوات تتعلم الشغلة تاخذ الحصة هذا من النهر وتنحتها وتلمعها وتضبطها ثم نتركب عليها خليها سلسالة خمس وعشرين دولار وقفنا عند متحف العربات اللي تجرها الخيولة المتحف هذا يهتم بالموروث القديم اللي هو النقل القديمين وشون كان طبعاً قبل السيارات كانوا على العربات اللي تجرها الخيولة هو جمع له مجموعة كبيرة من العربات اللي لها تاريخ ولها قصص سواء من أمريكا أو من خارج أمريكا المتحف العربات القديمة الآن أقول لكم قصة العربة يقول لك هذا واحد اسمه جون جون كان تاجر بوية كان في نيويورك يقول أنه أول من حط غطيان البوية يعني سطول البوية هذي أول من سكرها بغطه وهذا وما زلت حطيه من هذا وهذه سبب تجارته مات عام 1895 طبعاً مات عنده عقار وتجارة إلى آخر وكانت ثروة تقدر بثمانية مليون دولار يقولون الحين لو نقدر الثمانية مليون في بقتنا الحالي ماتين وسبعة عشر مليون المهم كانت عنده زوجة وماتت ما خلفت وكانت عندهم عاملة في المصنع البوية من إيرلندا صغيرة عمرها 29 والرجال كان في ذاكرة وقت عمره 58 يعجب بهذا البنت في تزوجها وكان زواج بالسر ما حد يدري يمنها طفلين بعدين أعلن للناس ثواجه وفزعلوا على الناس كيف تاخذ واحد صغير وانشايب وآخره مات الرجال وراح الورث كله المين اللي زوجتها الإيرلندية هذي بعدين صارت من أشهر التجار وهذه نشارة العربة هذي العربة هذي كانت طبعاً هذا الخشب الرئيسي لكن هي كانت صابغتها أسود وأطراف حمور وكانت من أفخم العربات قيمته في ذاك الوقت بـ 1200 دولار كانت في عام 1908 هنا حطين بعض الأغراض طبعاً ما لهم علاقة في القصة القبعة هذي كانت من الجلد تصنع وكانت الهبة في ذاك الوقت من عام 1849 يقول لك الموضة ما في حد ما يلبسها لكن التجارة يلبسونها من جلد أصلي واللي موهب تجارة يلبسونها تقليد تقليد من الزمان يقول لك من قوة الموضة في ذاك الوقت أنه حتى الكوبوي اللي هم معروفين بقبعاتهم غيروا ولبسوا هذه يعني انسا غوروا الموضة هذه العربة الرسمية لبريد أوريغون يقول كان يسوقها ساعة البريد هذه كانت عام 1870 الأنيقة هذه من كيمبال هذه شركة كانت تصنع من عام 1634 إلى عام 1929 هذه العربات الأنيقة وأول ما بدأت بالسيارات أيضا نصنعوا مشو شلون فخمة كانت تستخدم في بريطانيا هذه كانت لمنزها مشو أن تجي مفتوحة هذه كانت تستخدم في أيام الثلج يستخدمونها الأغنية ويمشون فيها في الحدائق كانت ثلوج يمشون في الحدائق على هذه العربات هذه بعد حق الثلج هذه كانت في وسكانسن عام 1890 هذه تصنعت عام 1838 هذا واحد محامي من النخبة كم عربة قبل هذه ولا عجبيتوف كانت مصنع عربة خاصة فيه حطين هنا شوفوا هذا تصنع من جلد حيوان القندس اللي هو البيفر هذه تصنع من عام 1700 إلى 1800 كانت من جلد هذا الحيوان لكن بعدين على التغيير عندهم خمس عربات شاركة بأفلام مثل العربة هذه شاركة بها الفلام كان والدوينت شور هذا العربة العربة هذه طبعاً فيها لوحة زجاجة يقول لك كانت تمثل الديمقراطيين ليش؟ لأن السائق والراكب على نفس المستوى عادة يكون السائق على مستوى أعلى فهنا سموها عربة الديمقراطيين العربة هذه كانت رياضية وسريعة شوف الكبر اللي قدام صغير واللي ورا كبير وكان راعي العربة هو اللي يسود بنفسه هذه العربة كانت للأطفال عربة من عام 1880 كانت في إنجلترا أغراض غير العربات ملابس وإلى آخر طبعاً أغلب القطع الموجودة تكون من الأشخاص يجون ويعطونها المعرض أو المتحف يعرضون عندهم فلذلك يضعونها بس معهم يعني كدعم للمتاحف يضعون تاريخ هذه الملابس وقصتها يقول لك هذا فستان زواج هذا عام 1874 يضعون اسم الزوج والزوجة والصورة هذه البنتة البنتة لبست هذا الفستان وهذه صنعت في كاليفورنيا عام 1888 ثم عام 1930 بيعت لصناعة الأفلام من أشهر الأفلام اللي يمثلوا في هذه العربة هو فلسلم اسمه فرجيني سيتي عام 1939 هذه نقطات من الفلسلم وهذه كانت للمنتجات كده يقول لك الفلاحين من أول اللي يخذوا منتجاتهم من السوق بهالعربات العربة الطويلة كانت للأمش هذه عام 1910 لمشي بنسل فيني طرع الفكرة الى الحين عندهم عربات العربة هذه حقت السفر قديمة شوفوا هيدا الهورن البوري طبعا كانوا يسافرون مسافات قسيطة يعني ما كانوا يسافرون مسافات بعيدة شوش يقول لك هذا يقول لو يسافر ثلاثين مايز كش يحتاج؟ يقول يحتاج ثلاثين خيل ويحتاج عشر رجال ويحتاج يوقف خمس مرات ويحتاج عربتين مثل هذي وثلاث ساعات ماشي عشان يقطع بس ثلاثين مايز أما اليوم ثلاثين مايز قد أخذها من الساعة وقالونه نص من القاز هذه واحدة من أكبر شركات انتاج العربات في ذلك الوقت تقول بدوا على عمال المناجم المزارعين إلى آخره ثم نوصل إلى مرحلة انهم ينتجون مئة عربة في اليوم كانت شركة قوية جدا هذه الوشي هذه هذه عام 1890 نسمعوها هذه كانت زي الجرافة أو الشيء واللي يمهد الطرق اللي يكشط الطريق ويننظر سواء للعربات أو حتى لسكة الحديد عربة هذه رفيعة مرة ليش رافعينها فيهم وصفات شوفوا السيسة هذه عشان لو ضرب مطة ما يأثر على الركاب هذه كانت عربة صيت كان يطردون مور الصيت ورافعينها عشان العشب والأحجار والآخر نجي إلى هذه هذه كانت عربة تستخدم لنقل الأخشاب وستخدم نقل الأغراض بشكل عام شوف هنا أولاها سوق عشان نقل الخشاب هذه عربة الراعي هذه من عام 1860 إلى عام 1900 طبعا العربة هذه كان يركب هنا لهو الأعلاف وحتى هو لبسه ووكله الخاص وكان يسوق بغنام يقول لك كان يصل إلى 1200 رأس معه يمشي بها العربة ويمشوا غراء العربة فيها زي المستودع له عزبته أغراضه أغراض الطابق وإخوائي الأخرة وفيها الطاولة هذه شوش لنشكله يرتبوا مورا دب البني هذا يعيش في المناطق هذه اللي احنا فيها شوف هذه عشان إناعمة الخشب اللي هلا دوتا إناعمة الخشب السيكل هذا من عام 1894 السيكل قديم طبعا العربة كانت للأموت فقط شوش لون كان الميت يضعونه هنا ينقلونه هذه بدأت في النمسا عام 1900 هذه عربة نقل الموت شوف تبوت شوف تبوت شوف تبوت شوف تبوت القديم طالع نيد والميت أوه بنت إن شاء الله هل حطنا مناكير حتى لو تموت لا تخلي الكشف قرق رحين طالع هذا تفاعلي هذا الكلام السيئ اللي كان يستخدمونه عمال كثير مئة وسبعين ترى فيه تقنية عندهم شوفوا هذه عشان لو تجي مطر ما سادل ببار بقوي شوف شوف مريهة هذا قسم تفاعل ايضا هنا شو تسوي وليد بعد ركب الكفر يعلمونك شون يصنع العجلات اول ها الله الله اولا شوف ها الله اولا شوف ها الله اولا شوف ها الله شون كانت تسنع اول ادوات اللي كانوا يستخدمونها هنا يمثل المدرسة قديما شون كانوا الطولات القديمة طبشيف طابت المعلم هذا السبورة شرب اموها من هذا حسنا تطلع عندهم ما تشغل هادي باب الادوات اللي بعونها في ما تشغلهم تخليك ذكره كده بعربة خير تحط لك ارباع وطلع ذكره شوف وطلع ايه وانت شوف لازم توجهها بعدين تبدأ حسنا حسنا شوف وطلع 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 وهنا يسحبون اللي هو بقايا الاشتار يقول لك هادي قبل البلدوزر كانوا يطلعون جذور الاشتار وكانوا الصغار هم اللي يستخدمون يعني هادي الشغلة حقيقة صغيرة هنا صيد الاسماك وهنا كافي ومتجر لهم بعض منتجاتهم الكافي وهذه جلسة جلسة رائدة جلسة كلاسيكية شفت العزمة قديمة والدوات القديمة الآن وقت الغداء الغداء كسدية هذه الكسدية كسدية جبل مصير هذا يجي كده شريت أشلطة يجي شريت مصير لا يجي شريت أشعر لا يجي كثير على الماء أم لا يجي؟ على قد القرارة هناك محادثة هذا النهر نهر ولبا نغلب الأسماء الموجودة هنا نصبر السكان الراصليين تقدر تخيم وتنام مقابل كم خمسة دولار يقول فيه صندوق هناك والخلف نضع الخمسة دولار يقرأ نمتين الخيمة هنا خرافي صراحة جمبك هذا مجرمة هذا المجرى هذا المنظر عندك صندوق خمسة دولار تأخذ الخلف خمسة دولار وداخل الصندوق هناك أسعار ثانية إذا أعكد خمسة دولار يكون سعره خمسة دولار هناك الشكال تنزل بسيارتك من هنا ونزل قاربك وتمشى بالنهر تشاهد الطبيعة لنمشي هذه كلها غزلان ترى لكن الصيد ممنوع على فترة المكان جميب ولكن مقفل الآن بالطريقة من المدق حاصفة تشاهد هنا نواع صقور ومشى وسط الغابة وانت ماشيت تشاهد نواع الطيور بعض الحيوانات عاد أن تحظك لتشاهدها الصقور الموجودة على شاشة موجودة تشاهدها بالنسبة كبيرة هذا هو المتان الذي أريد أن نزوره هذا هو اسمه ممكن أن نرى بعض الحيوانات والطيور والتمشي بشكل عام جميل شوف أقول لكم ملع شاشة موجودة مثل هذا وصلنا إلى لونغ بيتش طبعا مقرنا اليوم سيكون في هذا المنتجع مكان مخصص للكرافونات والتخيم هنا ها اللوحة ونقف سأقوم بعمل بيتشوكن بعد أن يعطونك موقف كل توقف فيه مكان كبير ومرتب أكثر من اللي كنا فيه أمس من زود الحماس عند وليد جاب هنا قبلها بليلة حجزنا بكرة لكن جميل أنه في حجز متاح اليوم ووليد عنده عضوية يعني عادي نقدر نحجز ندخل مجاني ما ندفع شيء حتى أنه نقعد اليوم وبكرة عادي لك إلى واحد وعشرين يوم متتالية بعدها لازم تغير تروح مكان ثاني خريضة المنتجع طبعا فيه مسبح ممكن تصبح يوم فيه شغور غسالة غسل ملابسك يعني خدمات كلها من موجودة جاز صغيرة دي حصات صغير 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 اليوم بنفرغ نعب بماء ونقف بين مكان عادي نعطينا مساحة كده تقف بها لكن بدون كهرباء يعني ما هم موقف رسمي وبكرة إن شاء الله يكون لك موقف قلقوا علينا وقالوا في واحد ما جاء فخللنا هالموقع يا السلام طبعا جمينا عوائل هنا الفقرة المسائية قهوة العمدة كل يوم على المغربية هنا أخر قهوة عماد صلاحة شغل اليوم رسمة جديدة فنان عشان اليوم هدك شغل أمريكي شغل أمريكي وش بتاعت الهين هذا خلل سمونا الراوش وش اللي حطيت طيب حطيت خردل مريبة حطيت شو سمي كتشف كونتو الكيفة وصباحنا كل يوم مع أعداد كريك كل يوم طبخة كل يوم شغل السلام ماس في المطبخ ماس في المطبخ ماس في المطبخ ماس في الحل ما يشتغل رقبة هاو دينة هناك فرنش توست قاعدي شغل مرتب شكرا لكم بالخير اليوم بنقعد في المنتجة ما رح نطلع بحكم أنه حاجز أنا مفترض أنه اليوم فعقب ثلاثة أربع أيام مشي خلاص من ريح اليوم منها نغسل ونرتب ونضبط أمورنا عشان نكمل خطنا بكرة طبعا المكان اللي احنا فيه منتجة بصور لكم إن شاء الله بعض مرافق المنتجة وأيضا معنى أشياء في الكرفان ودي تشوفونها مثل ذاك اللي فوق هذا مهم جدا يعني صراحة فاجأني فبعطيكم تفاصيل إن شاء الله أيضا جنبنا مباشرة هنا شاطئ من أجمل الشاطئ الموجودة في واشنطن حنا في لونغ بيتش هذه تعتبر آخر جزء في واشنطن جنب ولاية أوريغون واشنطن جميلة والمدخل على ولاية أجمل منها بالنسبة لي اللي هي أوريغون إن شاء الله لينا نقاتل وقفنا الكرفان اليوم على هذا الشاطئ لونغ بيتش وهو يعتبر في نهاية ولاية واشنطن الأمريكية مجاور لولاية واشنطن ولاية واشنطن سموها على أول رئيس الأمريكا جورج واشنطن أيضا العاصمة واشنطن دي سيم سميها على نفس الاسم وهي في منطقة مختلفة تماما على المكان اللي أنا فيه فأنا على الشمال الغربي من أمريكا ومطل على المحيط الهادي أما منتجة الكرفانات اللي احنا فيه فهو تحت هالسحابة لما ننزل تحت السحاب بنشوف المنتجة بدأ يظهر وهو في غابة مقسمة بشكل منظم ومرتب للكرفانات كل موقف من هذه المواقف يعطونه الخدمات اللي هي الكهرباء والماء والتصريف أيضا في هذا المنتجة يوجد أكواخ تقدر تستاجر وكذلك أماكن للتخيم هذه المنطقة الجميلة منطقة مخيمات وهذه الخيام جاهزة تقدر تستاجرها شوفوا هنا تقدر تحت خيم تكتنام كل الخيامة عندها اللي هو الكرسي عندها مكان لشب النار وشوي شو مثل دولة مخيمين نحين جاهز والمنطقة هذيك اللي من عند الكرفان وراء هذي يكل الزايد يعني لو في حاج زايد ووقفونهم هنا ما في كهرباء ولا في ماء لكن الصف اللي قدامكم الكرفانات هذي كله هذي عندهم الكهرباء والماء كواخ تقدر تستاجر وهنا الكرفانات هذي شارين الموقع ما هي الموقع؟ هناك مجال انك تشتري الموقع هذا لأبد ولكن تدفع رسوم سنوية وليه حق الضريبة خلاص يكون المكال لك غالب ان يشتري الموقع هذا بما انه يأجر او انه يكون ساكن قريب من هنا ويجعله مثل المصيف له او بالشتاء يصير مشتله ويأتي هنا في المسبح والمميز في المسبح انه محطين هيتر يعني المدافي حكم الجبارد علينا بالنسبة للتمشية والجنسات في المنتج اي مكان تجلس فيه تتمشي فيه متاح لك وهنا هنا دورة مياه وفيه مغسلة مغسلة ملابس يعني تغسل ملابسك ولكن ليس مجاني بثنين دولار تغساله وبثنين دولار ونصف تغساله والكوي مجاني ولكن عندهم تطبيق الآن الغسيلة بدولارين بثنين دولار لكن عندهم إذا حملت أعطيك خمسة دولار مجانا يعني بديك تغسل مرض وتنشف النشاخ دولار ومص برضو تستخدم إذا ما معك تستخدم البطارق موجود حتى الواي فاي فيه هنا أمس شريت البوب كورن ذا بالكرامل وشافه دا دقريق وزعل عليه قال لي ليش تشريه أنا أصلح لك أحلى منه قلت نشوفه اليوم الله علي طبعا يحب الطبخ بشكل ما تخيلون وفنان بجميع أنواع الطبخات حتى الحلويات شوف شكله الله مغري يقولوا صبر لا تاكل الحين لازم يحطوا بالفرن مدة ساعة يحطوا بالفرن مدة ساعة بعد الكرامل وكل ربع ساعة يطلع يقلب يرجع مرتين واو الشغل مرتب هذا الشغل لا تقريق المنظر خرافي خلو نجرب الحين كده فعلا أنا زعلت على نفسي ليش يسري يا جماعة طعم هنا المنتجع وهذا المدخل للشاطئ تطلع على المحيط مال المسار رجلون المنتجع هنا وسط الغابة طلعنا من المنتجع هذا طريق وحيط وحيط بحر هناك المحيط كم واضح لحين اليوم علينا هوا هوا بارد المنتجع يشرتك احبان نحن هوا بارد هذا هو خصوص من برد ترى أن الشيكة؟ هو خصوص هذا أضع سطة هنا ايضايف وصل نشوف الله الله حسنا نشوف نفسك هذا اللي عليها العلم تعرفون هذا ماذا؟ دعنا نقول لكم تفاصيل هذا الجهاز الخطير تعرف ما هذا الخطير؟ خطير وليد محن لا ماذا في الجهاز؟ ماذا رأيك؟ انا من بهر منه هذا انترنت نشتغل بأي مكان يا جماعة انترنت على القمار الصناعية مالك اي علاقة في الابراج مهن المفاجئة المفاجئة سرعة الانترنت شيء خرافي دعنا نشبك وريكم السرعة ترى تشغيله وشفت السرعة اللي شفتها تشغيله 50% بس على نهاية السنة هذه بيكون تشغيله 100% لا 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 طيب هذا الحين كم قيمته؟ شون نشترك فيه؟ عطنا الأفكار هذه هذا من موقعهم موقع ستارلينك تمام؟ ايه؟ تعبي بياناتك تطلب النوع اللي تاخذه طبعا احنا ما اخذين حق الكرفان حلو فيه نوع تاخذه للبيت هذا يكون ثابت ايه هذا يتحرك؟ هذا يتحرك هذا يتحرك حق الكرفان يتحرك اي مكان يتحرك ويقعد يلف هذا قيمت الجهاز كم؟ الجهاز خمسمية وخمسين خمسمية وخمسين دولار دولار حلو وبعدها كل شهر تدفع مية وخمسة دارين دولار خمسمية دريال شهرياً شبكوا على المودم المودم هذا مثل ومثل لا امكن اكثر من المودم العادي يستقبل كم جهاز هذا؟ مية جهاز مية جهاز هذا هذا حضروا علاقة في الموضوع ايه؟ ها؟ لازم يشترون هذا؟ مو لازم محبل تدري ليه؟ هذا وش الحين؟ انت ما عندك كرفان عندك خيمة عادية اوكي وانت بتشكل ما في كهرب يعني قصد؟ ما في كهرب هذا تأخذ المعك هذا ترى شاحن متنقل ها؟ شاحن متنقل يجي معك شاحن متنقل يشغل لك ثلاجة يشغل لك كية كم واط يعني؟ في تقريبا شغل لثاثة الاف واط شاحن متنقل يشغل ثلاثة الاف واط وش الشركة دي؟ الشركة انكل اللهي شي خرافي وهذا طيب لحظة هذا كم يقعد؟ انا بشحنون حين بالكهربة صح؟ ايه؟ كم يقعد يوم؟ اذا بتشحنوا بالبيت؟ ايه؟ ساعة وعشرين دقيقة وفل ساعة وعشرين دقيقة وفلل؟ ساعة وعشرين دقيقة وفلل مية في المية وكم يعطيني؟ يجلس بهذا اذا شبكت هذا فيه ما شاء الله طبعا تشحنوا بالسيارة ثلاث ساعات هذا شاحن متنقل الجهون ده بس كبير يا رجل ثقيل شوفوا هنا فيه شوفوا انكر يعني نفس الشركة هذي حكذا جوالات بالضبط هنا يوس بي وهنا تايب سي طيب هذا ست مخارج يعني ست مخارج بس منافذ امريكية ما في منافذ ايه اوكي عندك حق هذي تشبك ولعت سيارة ولعت سيارة تشبك شاحن ثاني يس والله صراحة تفاجأني هلأ جهزة تفاجأني ولا زيدك مشي على البيت ايه لا طاقة شمسية بعدك قدرت تعبيه بالطاقة شمسية طاقة شمسية ثلاث لواح تعبيه لك في ست ساعات انا قومت وليد من النوم عشان اسأله اوشيح عليكم والسلام وليد يقولون الانترنت هذا يشتغل عندنا بالخليج ولا لا شوف هذا موقع ستارلينك موقع شركة نفسه ايه حاليا متوفر في امريكا وجزء من كندا والمكسيك ايه اجزاء من اوروبا حلو طبعا هذي اللون معلاته متوفر الحين صح؟ بالضبط اللون الفاتح مرة متوفر حلو الازرق الفاتح شوي هذا قريبا حتى تشوف اجزاء من امريكا نفسها ايه اللي ازرق غامق مثل الخليج والميدل ايست كله كمينغ سون يعني قريبا